موسيقى في حلقة جديدة من نبض البلد ها هو أعلنها ترامب وأصبحت قيدة تطبيق الفلسطينيون وعلى لسان عباس نريد قوى دولية مع الولايات المتحدة لتقرأ الواقع على أساسه نعرض قضيتنا أردنيا الموقف ثابت لا تغيير عليه أما عربيا فالوضع مختلف فدولا دول أعلنت ترحيبها وأخرى التزمت الصمت وبعدها حضر الإعلان وصفق لنتنياهو ما شكل القادم وهل ستطبق الصفقة على أرض الواقع هل الوقع العربي قادر على التغيير في المعادلة 50 مليار لدول منهكة اقتصاديا هل ستؤثر على القرار العربي المجاور تفاصيل كثيرة نحاكي ونناقش فيها ضيوفنا هذا المساء واسمحوا لي بداية أن أرحب بهم أهلا وسهلا بالأستاذ حمد فرعني الكاتب والمحلل السياسي أهلا وسهلا بك وكذلك سعدت الأستاذ بسام المناصير النائب السابق أهلا وسهلا بك قبل أن نبدأ هذا الحوار لنطلع على بعض من ردود الفعل الدولية والعربية على صفقة القرن ما بعد الإعلان عنها إذا ما تبعنا فبداية في الأردن فقد أكد أن إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية وفق حل الدولتين وعلى قطوط الرابع من حزيران عام 67 هو سبيل وحيد للسلام أما عن إيران فقد اعتبرت أن خطة دونالد ترامب لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني محكومة بالفشل تليها الإمارات التي اعتبرت أن خطة السلام التي كشف عنها الرئيس الأمريكي نقطة انطلاق مهمة للعودة إلى طاولة المفاوضات مؤكدة ترحيبها بهذه المبادرة الجدة إلى بريطانيا حيث قال وزير الخارجية البريطاني أن خطة السلام التي أعلنها الرئيس الأمريكي لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني هي بكل وضوح اقتراح جدي أما عن روسيا فقد دعت الإسرائيليين والفلسطينيين إلى الشروع في مفاوضات مباشرة لإيجاد تسوية مقبولة للطرفين بعد إعلان دونالد ترامب عن خطته للشرق الأوسط في تركيا فقد قالت وزارة الخارجية التركية أن الخطة الأمريكية المزعومة للسلام في الشرق الأوسط ولدت ميتة أما مصر فقد أعلنت خارجيتها عن تقديرها لجهود الإدارة الأمريكية المتعلقة بالقضية الفلسطينية داعية الفلسطينيين والإسرائيليين إلى دراسة صفقة القرن في الاتحاد الأوروبي فقد أصدر بيانا يشدد على موقفه الثابت والموحد بشأن مقترح حل الدولتين والذي يأخذ بعين الاعتبار التطلعات المشروع لكل من الفلسطينيين والإسرائيليين وإلى ألمانيا حيث قال وزير الخارجية الألماني إن الحل المقبول من الطرفين هو وحده يمكن أن يؤدي إلى سلام دائما بين الإسرائيليين والفلسطينيين الأمم المتحدة قال المتحدث فيها باسم الأمين العام للأمم المتحدة أن الأمين العام أنطونيو جوتاريش يتعهد بمساعدة إسرائيل والفلسطينيين على التوصل إلى سلام قائما على قرارات المنظمة الدولية والقانون الدولي والاتفاقات الثنائية ورؤية الدولتين بناء على حدود ما قبل عام سبعة وستين الجامعة العربية قال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط أن القراءة الأولى لخطة ترامب تشير إلى إهدار كبير لحقوق الفلسطينيين المشروعة واستدرك قائلا إننا نعكف على دراسة الرؤية الأمريكية بشكل مدقق ونحن نفتحون على أي جهد جاد يبدل من أجل تحقيق السلام في فرنسا فقد عبرت عن قناعتها بأن حل الدولتين طبقا للقانون الدولي والمعايير الدولية المعترف بها ضروري لقيام سلام عادل دائما في الشرق الأوسط والسعودية قالت وزارة الخارجية فيها إن المملكة تجدد تأكيد على دعمها لكافة الجهود الرامية للأصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية مضيفا وزير الخارجية أنه يقدر الجهود التي تقوم بها إدارة الرئيس ترامب لتطوير خطة سلام شاملة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي قطر أيضا وزارة الخارجية قالت فيها إن الدوحة تقدر المساعي الأمريكية لإيجاد حلول للصراع العربي الإسرائيلي طالما كانت في إطار الشرعية الدولية وأخيرا حزب الله اللبناني اعتبر أن خطة السلام التي أعلنها الرئيس الأمريكي لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني هي محاولة القضاء على حقوق الفلسطينيين التاريخية والشرعية إذن مجموعة من ردود الأفعال استعرضناها دوليا وعربيا وتابعنا تفاصيلها وما هي الرسائل المرسلة من خلالها أبدأ معك أستاذ حمادة لابد لنا وأن نتوقف بالبداية مع المواقف العربية لنقرأها ونحدد اتجاهها وأين هي البوصلة هذه المواقف العربية تسوى فرانجيل يعني لو بدي أشتريها ما إلى أي قيمة القيمة الحقيقية الوحيدة هو الموقف الفلسطيني ماذا يمكن أن يكون الموقف الفلسطيني وثانيا الأهم بعد الموقف الفلسطيني هو الموقف الأردني الموقف الأردني عبر عنه بثلاثة مستويات المستوى الأول هو موقف الحكومة الأردنية الذي عبر عنه وزير الخارجية وأكد على الثوابت الأردنية والموقف الثاني عبر عنه رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة وأكد على نفس المضمون أما الاتجاه الثالث أو المستوى الثالث التي عبرت عنها الأحزاب الوطنية والقومية واليسارية والإسلامية وكانت في غارة الوضوح ولذلك هذه المبادرة من قبل الرئيس ترامب ليست الأولى هذه المبادرة السادسة من قبل الأمريكيين يجب أن نتذكر أن قبل ترامب كان الرئيس ريغان عام 1982 والرئيس بوش الأب 1991 والرئيس كلينتون سنة 2000 وبوش الإبن 2007 وأوباما خلال ولايتين الرئيساء الخمسة من الجمهوريين والديمقراطيين قدموا مبادرات جميعها أعلى وأفضل من مبادرة ترامب ومع ذلك أحبطت كل هذه المبادرات لسبب بسيط أنها لم تتجاوب لم تستجب لحقوق الشعب الفلسطيني في مسألتين جوهريتين حق الفلسطينيين في العودة وفق القرار 194 وحق الفلسطينيين في الدولة المستقلة وفق القرار 181 ولذلك النضال الفلسطيني بدأ من أجل استعادة حقوق الشعب الفلسطيني ولذلك الموقف الفلسطيني بالأمس الذي عبر عنه الرئيس الفلسطيني والقيادة الفلسطينية كانت واضحة أنها رافضة لهذا المضمون والرئيس الفلسطيني اعتبر أن هذه المبادرة مرفوضة ولا تستحق التقدير أو الاحترام أو الاحتمام أو إلى آخرين ولكن يجب أن نؤكد على ما قال الرئيس الفلسطيني أن هناك في نظري مسألتين جوهريتين تحدث عنهم الرئيس الفلسطيني المسألة الأولى تحدث عن أهمية الوحدة الوطنية وإلى مقاومة الاحتلال ومواجهة الاحتلال هذه القضية الأولى أما المسألة الثانية التي الحقيقة في نظري تشكل أهمية كبيرة حينما قال أن المطلوب الآن إعادة النظر بالدور الوظيف للسلطة الوطنية الفلسطينية وأنا كمراقب كمدقق كمتابع كمختص الحقيقة بالنسبة لي هذا في غاية الأهمية أنتظر ما هو المعنى لتغيير الدور الوظيفي للسلطة الفلسطينية طبعا اجتماع بارح حضرته كل فصائل مقاومة بما فيها حماس والجهاد والمبادرة الفلسطينية وجود هذه الفصائل الثلاثة التي هي خارج إطار منظمة التحرير الفلسطينية خارج مؤسساتها بالنسبة لي تشكل خطوة نوعية إلى الأمام ولذلك آمل أن يكون ردة الفعل الحقيقية الموسى لدى منظمة التحرير الفلسطينية وسلطتها الوطنية ورئيسها أن يكون في هناك فعلا برنامج عملي كفاحي يدفع باتجاه مشاركة الكل الفلسطيني في مؤسسات منظمة التحرير على قاعدة برنامج سياسي واحد مشترك وعلى قاعدة اختيار الأدوات الكفاحية الآن كما تعودنا على الموقف العربي الموقف العربي يعتمد على الموقف الفلسطيني حينما نتذكر أختي العزيزة والأستاذ المحترم حينما أعلن الرئيس ترامب في 6-12-2017 أن القدس الموحدة عاصمة للمستعمرة الإسرائيلية الأردن شكل رأس الحرب السياسية باتجاهين أولا في دعم الموقف الفلسطيني الرافض وثانيا رفض الموقف الأمريكي ولذلك الأردن اعتمادا على الموقف الفلسطيني كان 6-12-2017 الأردن دعا لاجتماع طارئ لوزراء الخارجي العرب يوم 10-12 وجلالة الملك تحرك نحو القاهرة والرياض وأنقرة وتم الدعوة لعقد مؤتمر طارئ إلى مؤتمر القمة الإسلامي والبرلمان الأردني مجلس النواب دعا لاجتماع طارئ الاتحاد البرلمان العربي أعتقد أن هذه الخطوات أيضا ستكون على المستوى العربي والإسلامي يوم السبت المقبل لدينا اجتماع طارئ لوزراء الخارجي العرب وأعتقد أنه سيكون الخطوة الأولى المتتالية التدريبية وسنخوض طباعا في تلك المواقف وخاصة فيما يتعلق بالموقف الأردني ولكن اسمح لي أن أنتقل إلى سعادة الأستاذ بسام عندما نتحدث عن ودود الفعل هذه وأيضا الأستاذ حمادة بشكل كامل تحدث عن أن المواقف العربية ترتبط كل الارتباط كذلك بالموقف الفلسطيني ولكن اليوم الموقف الفلسطيني بحد ذاته يستنجد بالعرب هل لهم أن يروا ويقرؤوا من هذه الرسائل بأن هذه المعركة الآن وهي معركة بالتحديد لأن الرفض لا يكفي وتأتي خطوات مقبلة يتوقف فقط على الموقف الفلسطيني والموقف الأردني وما يأتي بعد ذلك بالتأكيد قطعا لكن دعيني بعجالة أوضح بعض الأمور وأضع النقاط على الحروف أولا هذه الخطة خطة القرن ليست أمريكية ولم تكتب بنودها وصفحاتها الثمانين لا في البيت الأبيض ولا علاقة لا لترامب ولا لكوشنر في هذا الموضوع وكوشنر عندما قال بالأمس أن هذه الخريطة قد أخذت منها وقتا طويل هذا الكلام عاري عن الصحة جملة وتفصيلها هذه الخطة وقبل أن تصبح صفقة لأن ترامب يعشق الصفقات كانت اسمها خطة قد صاغها الليكود بزي عامة نتنياهو وعرضت على الجانب الفلسطيني وبالتحديد على صاحب عراقات عام 2012 وتم رفضها من الجانب الفلسطيني جملة وتفصيلها أما لماذا عرضت الآن فالجميع يعلم بأن الرجلان يعيشان أزمة فترامب يعيش أزمة وهنا التحقيق في الكونغرس ونتنياهو يعيش أزمة وحول إلى القضاء ملكه أمس وكلاهما متهم بالخيانة وسوء استعمال السلطة ومن يخون شعبه وبلده ويسوء استعمال السلطة غير آمن وغير مؤتمن على أراضي محتلة أصلاً وشرعية الدولية تقول أنها محتلة ضمن هذا الإطار ومن هذا المنطلق إدارة الأمريكية فقدت أهليتها منذ زمن طويل وهذا الكلام قد قاله محمود عباس والسلطة وحماس وجميع الفصائل الفلسطينية انحازت بشكل مطلق وتام إلى الجانب الإسرائيلي وبالتالي هي الآن جزء من المشكلة وليست حلاً من المشكلة ولم يعد هناك ثقة بالجانب الأمريكي أما الآن ردود الفعل العربية فللأسف أنها لا ترقى إلى مستوى الحدث هناك عواصم عربية شاركت في هذا اللقاء الهزيل وهناك عواصم عربية قد باركت أو شاركت في هذه الاتفاقية وترامب لا يجرؤ ولا نتنياه يجرؤ ولن يجرؤ على عرض هذه الصفقة لو لا أن هناك رضاً عربياً وخصوصاً من العواصم العربية صاحبة القرار والفاعل سواء كان على المستوى الديمغرافي أو على المستوى الاقتصادي وأعتقد أن من يقرأ بيان وزارة الخارجية المصري اليوم يعرف تماماً أن هناك غض طرف أو رضا أو مباركة أو مشاركة لهذه الصفقة عندما يقول أنه يفضل هناك أشياء إيجابية في هذه الاتفاقية يجب أن نبحثها ويجب أن ندرسها بمعنى أن هذه الصفقة التي جاءت لشط بالقضية الفلسطينية وللقضاء على الحلم الفلسطيني ووائد عملية أوسلو لأن أصلاً الحلم كان قيام دولة فلسطينية بغض النظر وأنا أختلف مع من يقولون على دولة متصلة جغرافياً ذات سيادة قابل للحياة وهذا ما ندفع ثمانه الآن لأن متصل جغرافي هو عبارة عن أنفاق وجسور بالتالي جاءت هذه المعادلة الآن وفي هذا الظرف وجاء رد الفعل العربي عليها استغلال للوضع العربي وحالة الانهزام والانكسار التي تعيشها الأمة الآن نحن نعيش حالة انهزام وانكسار أين العراق؟ أين سوريا؟ أين الجزائر؟ أين مصر؟ أين السعودية؟ هذا ربيع نتنياهو وهذه فرصة نتنياهو نعم شاهدنا رد الفعلي بالمصر أيضاً التي ترى أيضاً ترى ماذا؟ أن هناك تقضير جهود للإدارة الأمريكية تعلق ضاعية الفلسطينيين والإسرائيلين إلى دراسة صفقة القرن طيب ماذا ندرس ندرس ست غادة؟ نعم أنا أقول لك يعني ها هو الرد الفعل واضح الرد الفعل الوحيد هو من الفلسطينيين ومن الأردنيين الأردن ومن تركيا هذا الرد الوحيد الذي يرقى إلى مستوى هذا الحدث رغم أنه يقتصر حتى الآن على شجب واستنكار وتنديد ونحن نريد أن نفعل هذا الشعور وهذا الموقف بخطوات عملية ولدينا أوراق ضاغطة وإذا سمحت وقت البرنامج أنا على استعداد أن أقول ماذا يمكن لنا أن نفعل نعم سلت حدث بالتأكيد لذلك تباعا لأنه اليوم هذا ما نتوقف لديه وهو ما يأتي بعد هذا الرفض والشجب والاستنكار كذلك ننتوجه الآن للحديث مع الأستاذ عزام الأحمد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية مساء الخير أستاذ عزام مساء الخير يا أهلا أهلا وسهلا بك أستاذ عزام أتمنى أن تكون قد تابعت حديثنا منذ بداية الحلقة اليوم الجميع يتحدث عن الموقف الفلسطيني تحدثنا عن ردود الفعل العربية وكذلك ردود الفعل على المستوى العالمي والدولي يعني كان هناك اجتماع مبشر بالخير يضم كافة الفصائل الفلسطينية حالة وحدة طلبها الشارع الفلسطيني كثيرا ولكن اليوم التخوف الأكبر ليس الرفض بحد ذاته ولكن ماذا يأتي بعد هذا الرفض وتحدث هنا الأستاذ عن برنامج عمل كفاحي وخطة سياسية موحدة فكيف هي الآلية التي سيتوجه الرئيس عباس من بعدها؟ أولا أنا شكرا على هذا البرنامج وهذا الاهتمام الكبير من مؤسسة تلفزيون رؤية ومن كل الشعب الأردني الشقيق والقيادة الأردنية التي تقف بصلابة إلى جانب الموقف الفلسطيني وأعتقد لا تقف إلى جانب الموقف الفلسطيني فقط هناك تطابق كامل أتكلم بذلك بثقة كاملة وبمعرفة دقيقة بين الموقف الأردني الفلسطيني ضد صفقة القرن ضد رؤية الرئيس ترامب كما يسميها هو ضد خارط الطريق التي طرحها كما وصف كل الكلمات التي وصفها لكن الذي يصلح القول عنها خطة تصفية القضية الفلسطينية ردود الفعل ردود الفعل أولا على الصعيد الفلسطيني تابعت حواركم وما تكلم فيه ضيوفك الكرام أول بالأمس كان بداية تحرك محلي فلسطيني لتعزيز التلاحم الفلسطيني بغض النظر عن حالة الانقسام في السلطة الجميع أكد أمس في الاجتماع الذي جرى برئاسة الرئيس أبو مازن بمشاركة كل فصائل منظمة التحرير حركتي حماس والجهات وهما خارج منظمة التحرير مبادرة جزء من منظمة التحرير ليست خارجها ولكن الكل متفق على حماية البرنامج الوطن الفلسطيني على حماية الحلم الفلسطيني الذي لن يسقط بمحكمة الزمن كما قال بعض ما يسم بمحللين أو شخص يعتقد أنه محلل للأسف يتكلم بالعربية على محطة إسرائيلية ليلة أمس الأول عندما قال على الفلسطينيين أن يقروا أن محكمة الزمن انتهت حكمت عليهم وعلى أحلامهم واقترح أن نذهب إلى الأردن لنكون هناك وطن للأسف هذا كلام مخجل لا أعرف هل سيحاسب في دولته من شعبه وحكومته أم لا نحن متفقون كفلسطينيين واليوم كانت بدايات الفعل الحراك الشعبي الواسع بدأ في منطقة الأغوار وكامرة رؤية كانت موجودة في الموقع بالألاف جاءوا ليؤكدوا أن أرض الغور هي أرض فلسطينية تحت أي ظرف لن سنتصدى ونمنع استمرار احتلالها ردود الفعل اتفق مع يعني ضيوفك الكرام المواقف العربية والبيانات العربية يعني بصراحة الموقفين الواضحين هما الأردن وفلسطين أقصد بدول التي على تماث مباشر بالصراع والقرار وهناك دول أخرى عربية يعني لا داعي للتأكيد لكن المؤلم بعض دول عربية على تماث مباشر بالصراع موقفها يتسم بالتردد والازدواجية والغموض يعني نحن عندما نقول نؤيد حقوق الشعب الفلسطيني وقرارات الشرعية الدولية لا يجب أن لا يرفق بكلمة واحدة بالهمس تشكر الولايات المتحدة على ما قامت به وما قدمته وبالتالي هذه الازدواجية تضر بالموقف الفلسطيني تضر بمبادرة السلام العربية بل وخروج على مبادرة السلام العربية التي هم صاغوها هم الذين صاغوها وتكلموا بلغة عكسها تماما لذلك أنا بقول أولا أرجو يوم السبت القادم أن يصحح أشقاؤنا الذين حاولوا التردد أو لغة مزدوجة أن يكونوا واضحين وضوح الشمس لغة واضحة بالرفض الكامل والمطلق والالتزام ببرنامج عمل مشترك على الصعيد العربي أولا ثم على الصعيد الإقليمي والدولي لإسقاط صفقة القر يعني أقول أيضا على الصعيد الدولي معظم الردود إيجابية أكثر من كثير من المواقف العربية الرسمية التي أعلنت وأعتقد أن حتى بعض المواقف العربية الرسمية لا تعبر عن شعوبها إطلاقا ليس هذا هو موقف من يقول أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية كيف يسمح لنفسه نحن نرفض أن تكون الإدارة الأمريكية راعية لعملية سلام لوحدها إنما في إطار الشرعية الدولية في إطار مظلة الأمم المتحدة تكون جزء وهي دولة عظمى لا نمانع من قال أننا نحن ضد المفاوضات حتى يقول يعطينا دروس نحن نسعى لمفاوضات جدية بل جعيتها الشرعية الدولية نعم سنعود إليك خلال الحلقة اللقوف حول مزيدا من النقاط والمحاور والتفاصيل في هذا الحديث ابقى معنا إذا تكرمت سنتوقف الآن مع فاصل ومن ثم نعود لنستكمل الحديث أهلا بكم من جديد إذن نعود لنستكمل الحوار ما بعد الفاصل حول ما بعد الإعلان عن صفقة القرن أستاذ حمادة يعني لا أريد أن أطيل بالسؤال ولكن الدول مناصر القضية الفلسطينية كان منها تركيا والمحور الإيراني وتحدثت عن موقف الأردني والفلسطيني هل تعتقد بأن هذه المواقف قد تعمل كورقة ضغط أم أنها ستبقى عند حد البيانات الحقيقة الأهم يعني هو الموقف الأردني مهم جدا لأنه هو الأقرب والأردن طبعا سيتحمل أثار سلبية لهذه الصفقة إذا تمت بعدة عنوين ولكن الحقيقة المواقف المهم هو بعد الموقف الأمريكي هو الموقف الأوروبي الموقف الأوروبي كان إيجابيا الأمين العام للاتحاد الأوروبي اتصل بالرئيس الفلسطيني ولذلك أعتقد أن هذا شيء مهم أيضا على المستوى العربي يعني ربما يكون هناك مجاملات نفاق إلى آخر ولكن علينا أن نتذكر أن أصلا الرئيس ترامب لم يجرؤ على تقديم هذه الصيغة من هذه المبادرة لو لا نتائج الحروب البينية العربية التي دمرت يعني إمكانيات العرب وقدراتهم وعواصم صنع القرار فيهم ولكن المسألة الأساس يجب أن نتذكر عبر التاريخ المسألة الأساس هو موضوع الشعب الفلسطيني هو الأساس ولذلك لا تستطيع أي دولة عربية أن تملك الشجاعة في أن تتقدم في أي خطوة إذا رفضها الفلسطينيون هذا هو الأساس ولذلك حتى حينما حينما ندقق بمضمون مبادرة ترامب رغم يعني عدم الاعتبار للشعب الفلسطيني هو تحدث عن أهمية الحضور الفلسطيني هو يريد أن يقدم للفلسطينيين شيء وطبعا وأيضا رشوة بالخمسين مليار دولار إذن الشعب الفلسطيني موجود الآن على أرض فلسطين هناك شعب مجالية ستة مليون وربع ستة مليون ومئتين وخمسين ألف في مواجهة ستة مليون ونص يهود إسرائيل يعني العدد الديمغرافي متقارب لذلك ليس الشعب الفلسطيني أقلية يمكن يعني بلعها يمكن إنهاءها يمكن تصفيتها شعب موجود على الأرض بكل شرائحه معادلة الاحتلال ليس فقط في مناطق الاحتلال الثاني عام سبعة وستين بالضفة والقدس والقطاع لكن حتى في مناطق الاحتلال الأولى عام ٤٨ أبناء الجليل والمثلث والنقب ومدن الساحل المختلطة أنت تحدث عن المقاومة على الأرض هنا بهؤلاء الموجودين الفلسطينيين وأعدادا يتم تصرف معها وكأنها أقلية ليس أقلية الشعب الفلسطيني هذا ما يعتبره الجانب آخر نعم المشكلة يعني المشكلة الفلسطينية هي الحقيقة بوجود الانقسام الفلسطيني هو الأضعف الدور الفلسطيني وأيضا الروافع العربية أصبحت غائبة ولكن يجب أن نتذكر أن الثورة الفلسطينية أن حركة فتح أن الرئيس الراحل ياسع عرفات ورفاق وأبو جهاد وأبو إياد انطلقوا أصلا لما لم يكن فيه حضور فلسطيني لم يكن هناك هوية فلسطينية لم يكن هناك مؤسسة فلسطينية ومع ذلك الفلسطينيين هزموا النظام العربي وانتزعوا منه الهوية الفلسطينية والتمثيل والآخر والآخر أيضا يجب أن نتذكر بأن على الرغم من التفوق العدو الإسرائيلي الانتفاضة المدنية السلمية في عام 1987 أرغمت إسحاق رابين على الاعتراف بالعنوين الثلاثة الاعتراف بالشعب الفلسطيني الاعتراف منظمة تحريف فلسطينية الاعتراف بالحقوق السياسية المشروعة للشعب الفلسطيني وعلى أرضية هذا الاعتراف جرت سلسلة من الإجراءات العملية على الأرض الانسحاب الإسرائيلي التدريجي من المدن الفلسطينية وعودة الرئيس الراحل ومؤسسات منظمة تحرير وأكثر من 350 ألف فلسطيني عادوا إلى الضفة والقدس والقطاع اتلاتي ولادت السلطة الوطنية كمقدمة لبناء الدولة وفي الانتفاضة الثاني عام 2000 أرغمت شارون على الرحيل من قطاع غزة بعد إزالة المستوطنات وفكفكة قواعد جيش الاحتلال إذن بالأمس يعني وضوحه وشجاعة الرئيس الفلسطيني ودعوته للفصائل الأخرى اللي من خارج منظمة التحرير والنداء الذي يوجهه والمضمون الذي يقدمه وآمل أن يكون ذلك بداية لحالة حالة نهوض ذاتية داخلية فلسطينية هي التي يمكن أن تعيد الألق للفلسطينيين ونضالهم وتضحياتهم وما بتقول لمن يرى من المساعدين مثلا بأن هذه الخطوة جاءت متأخرة قليلا خطوة ماذا؟ بأن الرئيس عباس قام بالاجتماع الآن وهذه الوحدة صحي يعني جاءت كان لربما يجب أن تأتي مبكرا أخت غادة يعني لا نريد الآن في ظل هذه المعطيات أن نعاقب الرئيس ولا فتح ولا حماس ولا كذا كلنا ندرك بأن مع الأسف كان فيه انقلاب فيه سلطة غير شرعية في قطع غزة إلى آخره ولكن لا نريد أن نتحدث على الماضي دعينا نتحدث عن الأمس وغدا الآن حركة حماس دعت الرئيس الفلسطيني بطريقة إيجابية إسماعيل هنية اتصل فيه حماس شاركت الجهاد الإسلامي شاركت اليوم مظاهرات في غزة إلى آخره بأعتقد يعني يجب أن نمسك بهذه الظواهر الإيجابية ونبني عليها لماذا؟ لأن خطة ترامب هي مدمرة لمصالح الشعب الفلسطيني نحن كأردنيين وقفنا إلى جانب الشعب الفلسطيني حينما أعلنت رب أن القدس عاصمة للمستعمرة الإسرائيلية والآن الأردنيون يقفون إلى جانب الشعب الفلسطيني لأن هناك تصفية لقضية اللاجئين الأردن هو الحاضن الأول العدد الأكبر من اللاجئين الفلسطينيين المسألة الثانية أن الأردن رفض ترسيم الحدود مع الضفة الفلسطينية رسم حدوده مع الضفة الفلسطينية مسألة القدس الهاشميون بكل صراحة فقدوا شرعيتهم التاريخية بغياب مكة والمدينة بقي لهم القدس ولذلك جلالة الملك الدولة الأردنية الهاشمية نحن جميعا نقف إلى جانب الشعب الفلسطيني في مسألة القدس لأن المسألة القدس يجب أن يكون واضحا هذه أولى القبلتين ثاني المسجدين ثالث الحرابين مصر سيدنا محمد وقيامة السيد المسيح إذن هذا ما يتعلق في الموقف الأردني وأشكرك على توضيحه بكافة تفاصيله أستاذ بسام تحدثت خلال الفاصل عن نقطة مهمة هل نحن نتحدث عن المواقف الشعبية مقابل مواقف الأنظمة وهناك اختلاف واضح ومتباين هل تشعر أن الشعوب العربية تعي صفقة القرن ما هي صفقة القرن ما هي تابعاتها وإن نفذت ماذا سيحدث لأن الكثير من الحوار والجدل يدور حول أنه ماذا اختلف فلسطين محتلة وستبقى محتلة يعني غياب الموقف العربي الرسمي والنظام العربي ليس بمرده لعدم فهم صفقة القرن بالعكس لكن الكثير هناك لغط نعم هذا ما يتعلق بالأنظمة والفيدات ولكن الشعوب لكن الشعوب أنا في اعتقاد لأن الشعوب قد تكون ضغطة كذلك صحيح صفقة القرن هي خطة لوقد الحلم الفلسطيني في إقامة دولة لأن الحلم الفلسطيني ومخرجات أوسلو بالمحصلة هي قيام حل الدولتين قيام دولة فلسطينية قيام الدولة الفلسطينية يرتكز إلى أربع عناصر رئيسية بدونها لا يمكن أن يكون هناك حل لدولة فلسطينية أولا القدس صفقة القرن شطبت القدس من التفاوض النص يقول القدس الموحدة خطين تحت موحدة الغربية وشرقية الغربية وشرقية هي العاصمة الأبدية خطين لدولة إسرائيل إذن الآن إحنا أخرجنا القدس من معادلة التفاوض ثانيا الأرض أو المكان الاعتراف بالمستوطنات التي تقبر يوميا والاعتراف بضم شمال البحر الميت وغور الأردن جزء كبير من الأراضي الفلسطينية بمعنى أننا أيضا استبعدنا موضوع الأرض من المعادلة ثم السيادة أين هي السيادة الدولة الفلسطينية العتيدة المنتظرة هل تملك سيادة على الحدود البرية على البحرية على السماء إذا كان رئيس السلطة الفلسطينية لا يستطيع المغادرة إلا بسماح إسرائيل إذن الأرض المكان الإنسان والقدس أسقطت نعم مقومات الدولة الأساسية ليست موجودة ما هي الدولة المنتظرة نتنياهو عندما وضع هذه الخطة كان يعرف أن الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية سترفضها كان يعرف تماما وبالتالي هي فرصة نتنياهو أن يستمر في مشروعه ويجد المغطاء الشرعي أمام العالم أنني قدمت نعم وحتى في الإعلان يوم أمس وترام قدم ولكن الفلسطينيين لم يقبلوا أنا واضحا برسالة أيضا عندما خطب الرئيس عباس وقال واشنطن ستقوم بالوقوف بجانبكم إذا وطبقتم يعني حتى الوقوف إلى جانب الفلسطينيين مشروط بالموافقة على هذه الخطة حتى في الأمس في صحيفة الانديبندنت تقول تماما وكأنني أسكن في بيت ملكي وجاء غريب مسلح وسيطر على بيتي أو احتل بيتي وأعطاني غرفة ثم جاء جار الثري وقال لي خذ هذا المبلغ من المال وترك الغريب المسلح في بيتك هذا ما يحصل لماذا لم تعترف في الولايات المتحدة الأمريكية حتى اليوم بضم روسيا للقرن وهي أراضي أوكرانية ولماذا تعاقب روسيا وتحاصرها اقتصاديا وتفرض عليها عقوبات هذه أرض محتلة قرارات الشرعي الدولية أقوى من قرار سبقة القرن 2-4-2-3-3-8 لا يجوز احتلال أراضي الغير بالقوة أيهما أقوى قرار ترامب الذي ألقاه بالأمس بطريقة استعلائية فوقية لا أدري كيف أصف هذه المنظر الذي رأيته أيهما أقوى صفقة القرن من ترامب ونتنياهو أم الشرعية الدولية والمتحدة إذا كان هناك عشرات القرارات من الشرعية الدولية وقعت عليها أمريكا نفسها وتضعها إسرائيل على الرف منذ عشرات السنين ولم تطبق إذن هذا القرار لا يلزم سلطة فلسطينية ولا يلزم الأردن ولا يساوي شيء وليذهب كما قال أبو مازين إلى مزبرة التاريخ نعم أستاذ عزام أعود إليك مباشرة يعني عندما نتحدث عن هذه الصفقة وملامح الدولة الفلسطينية حسب يعني ما صرح به ترامب ونتنياهو يقف مبتهجا بجانبه نتحدث عن نزع السلاح هنا نزع سلاح المقاومة يعني كيف سيكون ذلك إذا ما بدأ تطبيق الفعل لهذه الخطة يعني هل ستجلس الفصائل والمقاومة مكتوفة الأيدي يعني ما هو رد الفعل الذي تتوقعه تبعا لهذه الخطوة يعني باختصار شديد وأنا أقترح على رؤية وغيرها من وسائل الإعلام العربية أن تأتي بقانونيين يدرسوا الخطة بشكل هادئ ويلخصوها للجمهور ولأنفسهم لا يوجد شيء اسمه دولة فلسطينية في الخطة إطلاقاً حتى اللفظ نيتنياهو منذ سنوات يدعو إلى الحل الاقتصادي ويقول المعابر ليست لكم والأخ بسام أشار لأنه هاي خطة إسرائيلية بالمناسبة أنا جاءني كتاب ظهر اليوم بالخرائط كتاب إسرائيلي منشور قبل سنوات تأييد لكلام الأخ بسام ما ناصير بغد النظر أنه عرض هذا على صائب عرقات أم لا أنا لا علم لي أنه عرض ولكن اليوم اطلعت عليه تصفيحاً كل ما نشر منشور حرفياً ونتنياهو كان يقول حل اقتصادي بدون معابر بدون السماء لا طيران ولا المجال الكهرومغناطيسي ولا حدود ولا مياه حتى مينة غزة الصناع اللي اتكلموا عليه أثناء الحديث عن التهدئة مذكور في الكتاب ومذكور في صفقة القرن اللي اليوم طلعناها من موقع البيت الأبيض بقول حتى المياه اللي بتقوم عليها الجزيرة الصناعية في غزة ليست لكم البحر الميت تعالوا شموا الهواء ومنتجعات بس ما لكم مش علاقة في أي ضرق كل ما ينتج عن البحر الميت من أملاح وغيرها هذا ليست لكم تعالوا شموا الهواء زي ألمانيا زي أوروبا زي أي واحد لذلك ممنوع تروحوا لمحكمة الجناية الدولية أو لمحكمة الانتربول ممنوع شكوى ضد أي مواطن إسرائيلي أو أمريكي وهكذا لذلك أنا بقول لا نتعب حالنا ويبدو بحاجة قبل يوم السبت أن نوزع على وزراء الخارجي العرب والرؤساء العرب ليكرأوا حتى يقولوا على ماذا يعلقوا حتى الأسر ممنوع خروجهم حتى الأسر السياد ممنوع يتكلموا في الوثيقة بعد خمس سنوات سندرس إمكانة الدولة وكان نتنياهو سابقا يقول حكم ذاتي أبدي بدون أجواء بدون حدود بدون سلاح بدون معابر بدون القدس بدون المستوطنات و فقط سموها دولة سموها يعني زي اللي بلاعب طفل بدو يعطيه لهايب اللغة العراقية والاخرخشة بلغتنا يتسلى بيها ما فيه إشي يقبل بصفقة القرن إطلاقا إطلاقا بكل تفاصيلها بكل تفاصيلها البداية كما ذكر الأخوين حمادة ومسام بدون القدس ما قيمت ذلك ما قيمت ذلك طب نحن تنازلنا كفلسطينيين وعرب قبلنا بدولة 22% حدود 67% بدل 100% وقدمنا كل هاي تنازلات وبدهم يلاحقونا على 22% لذلك ماذا على ماذا ندرس ونقرأ ونفاوض كل هذا مرفوض وعيب أي مسؤول عربي يدعينا ندرس ونتأنى نعم أشكرا وإحنا كفلسطينيين كل الشروط ليس فقضية السلاح إنما كل ما ورد مرفوض من جانبنا أشكرا لن نقبل إلا وفق قرارات الشرعية الدولية ومواطنة السلام العالمي شكرا جزيلا لك الأستاذ عزام الأحمد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية كنت معنا من فلسطين شكرا لك إذن نتوقف الآن مع فاصل ومن ثم نعود لنستكمل الحوار أهلا بكم من جديد نتابع حوارنا في الشق الأخير من هذه الحلقة ما بعد الإعلان عن صفقة القرن أستاذ حمادة فيما تبقى لنا من وقت اليوم نتحدث عن هذه الصفقة وما زال الجدل حول ما هي هذه الصفقة التي تأتي بسوء واضح ونكسة للفلسطينيين والوطن العربي أجمع وكذلك عن التوقيت الذي يرتبط بالانتخابات المقبلة في كيان الاحتلال وأيضا بقضايا المنتهم فيها ترامب ضمن الإدارة الأمريكية نعم أولا حينما تنظر للرجلين يعني كلاهما يتعرض للمحاكمة نتنياهو سيقدم إلى المحاكمة مباشرة وترامب عمل يحاكم في الكونغرس في الكونغرس لعزله نعم فلذلك أعتقد يعني حينما نقيم الدوافع عند ترامب نجد أولا يعني أريد أن أقول بأن الذين صاغوا هذه المذكة لهذه المبادرة هم كوشنير وغرين بلات وفريدمان هؤلاء يهود صهاينة متطرفين واثنين منهم أصلا مستوطنين يعني يعيشون لهم بيوت واحد في مستعمرة جيلو في بيت لحم والتاني في القدس ولذلك الدوافع له بأنه لترامب أن نائب الرئيس من الفريق المسيحي الإنجيلي المتصهين وبالتالي هذولا بشكل ثقل انتخابي كبير والشق اليهودي أيضا اليميني المتطرف اللي بمثله كوشنير وغرين بلات وفريدمان طبعا الجالة اليهودية في الولايات المتحدة مقسومة لقسمين قسم مع الإباك واللي هو مؤيد لترامب ونتينياهو والفريق الآخر اللي هو جي ستريت لذلك دوافعه في هذا الاتجاه دوافع انتخابية مباشرة وفي نفس الوقت يعني حينما تنظرين له كيف يتباهى انه يقدم الخدمات ويقدم الرعاية ويقدم الدعم للمسروع الاستعماري التواسع الاسرائيلي يبين الدوافع الحقيقية يعني لهذا لهذه المبادرة و أيضا نتينياهو نفس الشيء نتينياهو يقود ائتلاف من اليمين واليمين المتطرف و اليهود المتشددين المتدينين و لذلك هناك توافق بين الرجلين بين الفريقين الفريق الذي يحكم البيت الابيض الان و الفريق الذي يحكم المستعمرة الاسرائيلية و لذلك هذه الدوافع الحقيقية بهذا الاتجاه بأن الوضع الداخلي كلاهما مقبل على الانتخابات و كلاهما وقع في مساوء و فساد و تجاوزات و لذلك كلاهما يحاول أن يدعم الآخر و أن يساند الآخر باعتقاد هذه المسائل الجوهرية التي شكلت دوافع لترامب في أن يقدم هذه الرؤية و لكن أريد أن أقول باختصار و نهائيا بأن الرؤساء الخمسة يعني ريغان و بوش و كلينتون و بوش و أوباما الذين فشلوا أيضا هذا سيفشل و مبادرة ستفشل لأنها لا تستجيب لمصالح الشعب الفلسطيني هذا هو الأساس و ليس مسألة يعني صياغة رؤية يعني يجدها أنها تستجيب لمصالح المشروع الاستعماري التوسع الإسرائيلي أشكرك أستاذ حماد أستاذ بسام تفضل فيما تبقى من وقت نتحدث أيضا على تبعات وتأثيرات بالأخص للأردن يعني ابتداء ملاحظة صغيرة لا أريد أن ندخل في جدل مع الصديق العزيز أستاذ حماد حول متى وصيغت أو من أصاغ هذه الصفقة لكن أنا لدي المعلومة المؤكدة مئة بالمئة أنها عرضت على صائب عرقات في عام 2012 و رفضها وهو قيادي موجود عودا على سؤالك أخت غادة قد لا يعرف الكثير من الشعب الأردني ما نحن مقبلون عليه هذا العام والعام القادم الأردن يمر في أخطر مرحلة منذ أن نشأت المملكة الأردنية حتى الآن في هذه المرحلة هذا العام والعام القادم و مورسة ضغوط هائلة على الأردن و كان أمام الأردن خيارين ضغوط سياسية و ضغوط اقتصادية و كان أمامنا خيارين إما أن نوقع على سبقة القرن و نؤيد و إما أن نرفع الرايا البيضاء و نتسلم نتيجة الضغوط الاتصادية و نحن نعاني من مشاكل الفقر و البطالة و هي القنبل الموقوطة و الخطر الحقيقي و العدو الداخلي لكن الأردن لديه خيار ثالث لدينا خيار الصمود و ليس أمامنا أي خيار آخر علينا أن نتحمل و أن نصبر إذا كانت القضية رغيف الخبز و قوت الأردنيين تجاوزنا هذه المرحلة ما يجري الآن هو الهوية الأردنية و الوجود الأردنية أخطر ما في الموضوع إذا كانت القضية قضية وجود فهي أهم من الخبز فلذلك نحن بحاجة إلى مزيد من اللحمة مزيد من التعاون مع أشقائنا الفلسطينيين نقف و مع أصدقائنا في العالم من أجل أن نفشل هذه الصقة التي لا يقبل بها الشعب الفلسطيني أصلا وهي ساقطة تلقائية أشكر كل الشكر سعادة الأستاذ بسام المناصير النائب السابق وكذلك الأستاذ حماد أفراعني الكاتب والمحلز السياسي شكرا لكم بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة نلقاكم في حلقة مقبلة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر